هتتكلم معي النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة وشفتها إزاي وكانت إيه نصيحتك للشركات اللي أنت مستشار قانوني ليهم اللي كانوا هم قريدي بيشتغلوا في الجيزة وفي الموندسين أولا أنا برحب بحضرتك وأسرة البرنامج وبشكرك طبعا على الدعوة الجميلة دي لكن خليني أقول من حيث انتهى الأخ جمالي بخصوص الاستثمار في المناطق الجديدة أو الاستثمار العقاري بالذات الاستثمار العقاري لا شك لا شك يعتبر هو المجال الداعب بالنسبة لتطول الدولة الدولة بدأت تحس عليه يعني احنا دلوقتي لو لقينا مثلا الرئيس عفتاح السيسي لمالي عاصمة إدارية جديدة الناس كلها التفت حواليه بكلين عايزين نستثمر في العاصمة الإدارية جديدة بدأت المدن اللي هي تعتبر كانت مهمشة بدأت تستغل بدأ يتم فيها الاستثمار عشان تخدم على العاصمة الإدارية الجديدة بدأت تظهر عاصمة إدارية أو مصر الجديدة زي ما بيقول دولتان شفت انت لما تيجي مثلا تعمل حاجة تقولي أنا بوضب أو بعمل حاجة حيث انتهى الآخرون أنا بعمل مصر الجديدة حيث انتهى الآخرون ما تم في الاستثمارات بره أو الدول اللي كنا دايما أو أي حد يسافر بره ويشوفها بالنظام والطرق والبنية التحتية الجميلة اللي احنا شايفينها من ساتة مصر والسعي إليها ابتدى للناس والشركات تتجه إلى المدن الجديدة ودلوقتي بقى تالأرض الواقع سلوسنا بالضبط كده لا كمان خلي بالحضرتك ان احنا بقى عندنا حاجة اسمها الطرق اعطيني طريقا وعطيك تنمية بضبط هو فعلا سيدة الرئيس معلش يعني أنا دلوقتي لما يكون في مكان الناس كلها شايفة النبعيل عنها شايفة انه مستحيل استثمر فيه لا انا بمهد لك طرق بعمل لك قطار كهربائي بعمل لك مش عارف انفاء بعمل لك كباني بعمل لك بنية تحتية توصلك اوسع الدائري عشان تقدر توصلي في اي مكان في مصر يعني لما يكون الرئيس مثلا يقولك انا هربط العاصمة الادرية باكتوبر لا ده حاجة حاجة كويسة جدا بقطار كهربائي بايا كانت وسيلة موصلات ده شجع الشركات اللي هي كانت شغالة انها بدأت تستثمر في المناطق الجديدة لكن وان كان لي تعقبات في بعض الامور اشرحها اذا سمحت لي برضو ساعتك سمحتي وقناة سمحت لي اتطرق لها الى ان بعض المستثمرين بشأن ضوابط الاشتراطات الجديدة في البناء اللي اني ممكن نتكلم فيها ودي كانت مهمة جدا ده دي فقرة مهمة جدا هنرجع لها اديه فرصتي لاني هنرجع لها انا مع الدولة وبستثمر مع الدولة ومع الرئيس وهنلتف حوالي ان احنا نعمل مصر الجديدة لا شك لا شك لكن هناك بعض الامور اللي اوضحها تزالك ان شاء الله 20-30 انا عايدة اسألك وانت بتستثمر وانت اصلا عندك باع في الاستثمار في مصر القديمة زمان او في الجيزة ومهانسين وكذا حضرتك وما زلنا لنا شغلنا وما زلت وما زلت اه طبعا عايزة اسأل بس اسألك فيه صعوبات او هل فيه صعوبات في المدن الجديدة في الاستثمار لا بفضل الله ما فيش اي صعوبات خالص اولا ملكية الارض احنا هتقول من الشرم الدولة حاجة متأمنة من هيئة المجتمعات الامورانية الترخيص كلها مستوفية ما فيش حاجة اي فيش اي قصة اننا ممكن حتى لو انا في نية خالف احنا بفضل الله فيش اي مخالفات ما فيش كل ده دخلنا في المدينة ما ليناش الكلام ده كل فبالتالي بيشجعنا ان احنا نمشي في الحاجات اللي هي رسمي مع الدولة وحنا بجانب الدولة في الشغل ده وانت عندك حاجات استثمارات مازالت في في المهندسين قل لي يعني الاستثمارات دي دلوقتي موقحة اي بعد القوانين الجديدة موقحة ان احنا وقفتوا وقفتوا يعني انا مثلا عندي ارض يعني شاري مثلا الارض على انها تطلع 11 دور تمام والرخصة طالعة رسمي بكده ومعك معك رخصتك اه في ارض مثلا طالعة 8 دور ارضي و7 تمام فالنهاردة قرار السيد الرئيس بوقف الترخيص دي حضرتك وقفت البن وقفنا البن وقفت البن بس في ضرر في ضرر احنا مع سيدة الرئيس ومع الحكومة في القرارات دي لا مش معنى ان احنا هو شاف الصالح هي الدولة ما احنا عندهش مشكلة مع الدولة في حاجة لانه هو شايفين الصالح هو شاف سيدة رئيسة افضل مني دي حقيق علشان كده علشان كده انا عامل النهاردة بس اعايزين حل يعني حل للحاجة دي علشان كده انا عامل النهاردة الحلقة دي هقول فيها حاجة وفرصة ان انا معي سيدة المتشار احمد ابراهيم طلب السيد رئيس الجمهورية بعمل حوار مجتمعي الحوار المجتمعي يعني ايه يعني اسمع المقاول واسمع صحاب البيوت واسمع الناس اللي هيقجروا او هيشتروا واسمع الرأي القانوني ليهم علشان كده عايزك تكلمني عن ايه واجب الدولة اللي تقوم بيها علشان خاطر الناس دي اللي زيهم ما يتزوش بص حضرتك زي ما قال برضو اخ جمال احنا مع الدولة طبعا في اي نهج تنهج الدولة للصالح العام احنا معها وغير معارضين كمستثمرين انت عارفها يعني ايه ساعتك استثمار عقاري يعني ايه عمارة بتتبني يعني بشغل تسعين طايفة مقاول مبين زلط مبين رمل مبين طوب مبين اسمن مبين حديد مبين نقاش مبين سباب مبين تعربة كل كل دنيا انا بشغل تسعين طايفة عندي صحيح انا بسعدي الدولة في ذلك كل كل بمهد بالدولة اه اه في الاونة الاخيرة وده اللي بقول لحضرتك عليه اللي بيشجع الاستثمار في بداية كلامي قلت المدن الجديدة اصبحت هي المناخ الواعد للاستثمار تمام لا شك صحيح لكن انت يا دولة لازم توفري لذلك المستثمر سواء كان مصري او اجنبي عايز ايه عايز استقرار عايز استقرار صحيح عجبتني كلمة كنت انت قلتها ساعت استثمار 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 وده ده كان عنوان حلقتي صح ان احنا لما هنروح المدن الجديدة هنستقر بس مش بس هنستقر احنا هنستقر هنستثمر يبقى لا استقرار لا استقرار زي ما قلت حالك المستثمر سواء كان مصري أو أبنبي عايز قرارات الدولة سبتة عايز يطمئن أن هناك نهج وقانون يمشي عليه ما يلاقيش عندي تزبز ما يلاقيش النهاردة ابني لأ بكرة وقف أنا عندي شركات كبيرة جدا عايزة تستثمر وعايزة تروح لكن أنا عندي أراضي في أماكن والأماكن دي خطيرة جدا أماكن في الجيزة زي مهندسين عجوزة والحاجات دي كلها والدقي الأماكن دي اشترناها في ظل القانومي والسعة عشر ولما اشترناها في ظل القانومي والسعة عشر اللي الدولة حطة عشان أنا أرتبط به وألتزم به ودفعت فلوس على سعر المتر تبقى لقانومي والسعة عشر أفاجئ الدولة تقولي اشتراطات جديدة الاثناشر دور انت شارع عليهم بأم أربعة ما دانت درتني أنا عايز عدد الوحدات قل أنا بقول أنا بساعد مؤسسات الدولة كلها اللي هي رايحة للعاصمة الإدرية بس سعيدني أنا كمان اللي أنا اشتريت عليه أسيله وفلوس أروح بها عندك أنا مش قادر أروح عندك عشان ما فيش فلوس أنا أرضي ويفت خلاص بسبب إيه الاشتراطات إذن قديني قانون سابق اشتراطات واضحة عدم تدارو في القرارات هتاخد استثمار واعد وهتاخد مني معلش يعني أن أنا أقف مع الدولة أنا دلوقتي محتاج إيه محتاج اشتراطات أو اللي هم بيقولوا عليها دلوقتي بأن تطلع عمارة أرضي وأربعة دوار ليه في منتهى الخطورة ليه في منتهى الخطورة بالنسبة للمستثمرين والشركات اللي أنا مسيكها ورجال الأعمال حضرتك ليه أنا بقول أو الدولة قالت وليجان الإسكان والتنمية المحلية قالت حفاظا على المظهر الجمالي التنسيق الحضاري عايزين نعمل مصر جديدة أنا لما بعمل تخطير جديد يا أستاذ أين بعمله إيه بعمله في المناطق جديدة في المدن الجديدة صحيح ما جيشو أخطط في دولة قائمة ما ينفعش هديكي مثال هديكي مثال لما أجي مثلا أنا أقول أن أنا عايزة أحافظ على المظهر الجمالي طب أنا جنب عمارة تبقى للقانون 12 دور وعمارة تانية 12 دور جت حطة الأرض بتاحت هتطلع أرض وأربعة ما ينفعش أين التنسيق الحضاري أين التنسيق الحضاري أنا بقول أن الاشتراطات بتنصب على المدن الجديدة وأنا مع الدولة هو ولكن بقول رعونا هناك بعض النصائح الناس أنا بوصل رسالة لرجال أعمال والمستثمرين أرجوكم اعملوا إرجاء زي ما قانون الشهر العقاري نزل وتمان اعملوا لإرجاء لتطبيق قانون الاشتراطات سنة سنتين ادوا الناس فرصة ألم فلوسي الله ينور على حضرتك وأروح العاصمة إجباري أنا أروح العاصمة خلاص أنت قلت لي أنا معنديش مكان غيرها معنديش معنديش هو ده اللي أنا أتكلم فيه حضرتك وواجب الدولة بقى ده حضرتك يعني ممكن نتحدث فيه في شؤال أنا مع المستشار أحمد مدام إيمان يعني أنا لما رحت المدن الجديدة وبدأت أشتغل قلت أنا كان نفسها بقى من زمان يعني ياريت كنا من زمان طبع رحنا واشتغلنا في المدن الجديدة لا شك شغل جميل والدولة مهيئة طرق طبع والحياة جميلة جدا في البيع وفي الشراء واللي حيسكن واللي حيستثمر بس أنا ما كانش عندي الرؤية دي لأنني ما لقيتش نزلت اللؤية دي ما كانش موجودة في الفترة دي بس في الفترة دي خلاص إحنا هنطلع فاصل في الفاصل عايزة أوري حضراتكم جزء من التنمية وجزء من الاستثمار العقاري في مدينة بدر في الحي المتميز وعايز أقول لكم كل اللي أنتوا هتشوفوه دوت إنتاج شركة النصار بروف إذا أنت نورت الشركة ونورت مدينة بدر كلها ربنا خلي فاصل قصير وارجع لكم تاني